اشتركوا في القناة وبحسب المصادر فان الانفجار ادى الى اصابة اربعة جنود تم اسعافهم الى احد المستشفيات لتلقي العلاج حيث وصفت مصادر طبية اصابة احدهم بالخطرة تمكنت قوات الحزام الامني في المنطقة الوسطى بمحافظة ابيان من تفكيك عبوة الناس فتمت زراعتها من قبل العناصر الارهابية في الطريق العام بين منطقة الخديرة ومودية يذكر ان عناصر تنظيم القاعد الارهابي كثفت من زرع العبوات الناسفة بعد تلقيها ضربات موجعة من قبل القوات المسلحة الجنوبية في عملية سهام الشرق وثق مقطع مصور اقدم ميليشيات الحوثي على اقتحام منزل شيخ قبالي في مديرية الصحول في محافظة اب حيث تظهر عناصر مدججة بالاسلحة تقوم بتحطيم ابواب المنازل قبل اقتحامها وتظهر المشاهد نحو 11 مسلحا من ميليشيات الحوثي يستخدمون قطعة خشب كبيرة في دك باب منزل الشيخ معاذ المقرعي وعقب اقتحام المنزل يوثق الفيديو نهب ميليشيات الحوثية وامتلكات الزعيم القبلي وامواله ومجوهراته وسائر املاكه فضلا عن تشريد الاسرة وطردها خارج المنزل شهدت محافظة الحديدة مراسيم التوقيع على بصيرتي ارض بمساحة 60 الف متر مربع في منطقة الوعرة بمديرية الخوخة مقدمة من قبل الشيخ عثمان دليبي لجامعة الحديدة ويت التوقيع تماشيا مع توجيهات السلطة والمواطنين للتعاون في انشاء هذا الصرح العلمي الكبير في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة كرافد اساسي لتنمية المجتمعات وبناء قادتين لمستقبل البلاد نهيت الموجز الى اللقاء